سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إنشاء استعلام التعديل Update Curie ويستخدم هذا النوع لتعديل قيام حقل أو أكثر لعدة سجلات في نفس الوقت فعلى سبيل المثال لنفترض أنه تم زيادة سعر جميع المنتجات الموجودة تحت التصنيف Condiments بمقدار 10% من السعر الأصلي لكل منتج فإنه لإنجاز هذا الأمر بالطريقة اليدوية فلابد من فتح جدول المنتجات Products والبحث عن جميع المنتجات الموجودة تحت التصنيف Condiments وتعديل سعر كل منتج على حدة ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لإنجازها وباستخدام الاستعلام Update Curie يمكننا إنجاز هذا الأمر في خطوة واحدة ولإنشاء الاستعلام Update Curie لتعديل سعر جميع المنتجات الموجودة تحت التصنيف Condiments بمقدار 10% من السعر الأصلي لكل منتج نقوم بتكوين استعلام يحتوي على الحقل Category ID والذي يستخدم لتخزين التصنيفات المختلفة للمنتجات بالإضافة إلى الحقل Unit Price المستخدم لتخزين سعر الوحدة لكل منتج ولعمل ذلك نضغط على الأمر Create Curie and Design ثم نختار القدول Products من المربع الحواري Show Table ونضغط على المفتاح Close لإغلاق هذا المربع الحواري والآن نضيف الحقول Category ID و Unit Price إلى قدول تصميم الاستعلام بالضغط المزدوق بالمؤشر وبما أننا نريد تعديل سعر جميع المنتجات الموجودة تحت التصنيف Condiments فنضغط داخل الخلية Criteria الموجودة بالحق Category ID ثم ندخل Condiments في هذه الخلية وذلك لإجراء عملية ترشيح للبيانات باستخدام هذا التصنيف ولتعديل سعر جميع المنتجات بمقدار 10% من السعر الأصلي لكل منتج لابد من إدخال معادلة لحساب السعر الجديد ولعمل ذلك نضغط على السهم الموجود على يمين المفتاح Curie Type ونختار Update Curie من هذه القائمة فيظهر الصف Update 2 في الجدول الخاص بتصميم الاستعلام فندخل التعبير الخاص بتعديل سعر المنتج في الخلية Update 2 الموجودة بالحق Unit Price وندخل اسم الحق Unit Price بين قوسين Square Brackets مدبوعاً بعلامة الضرب ثم ندخل القيمة 1 و 1 من 10 وذلك لأن مقدار الزيادة في سعر المنتج عبارة عن 10% أي 1 من 10 من السعر الأصلي وبما أننا نريد إظهار سعر المنتج ككل وليس مقدار الزيادة في السعر فقط فسنقوم بضرب سعر المنتج في القيمة 1 و 1 من 10 ولتشغيل الاستعلام نضغط على المفتاح Run من شريط الأدوات Curie Design فتظهر رسالة لتأكيد عملية التعديل فنضغط على المفتاح Yes لتعديل السجلات فيتم تعديل سعر الوحدة الخاص بجميع المنتجات الموجودة تحت التصنيف Condiments بمقدار 10% من سعر الوحدة الأصلي دعوة السعر .